عودة الزعماء السياسيين إلى الطاولة المستديرة لحل أزمة إكمال الكابينة الوزارية تدل أن المداولات السابقة والتي استمرت أشهر عديدة لم تسفر عن أي نتائج الطاولة المستديرة تعود من جديد لاستكمال ما تبقى من كابينة عبد المهد الوزاري فقد أكدت مصادر سياسية عن وجود حراك موسع لعقد اجتماع سريع بين تحالفي البناء والإصلاح للاتفاق على استكمال الكابينة الوزارية التي بقد شاغل منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بدورته الرابعة وحتى الآن وذلك بسبب الصراعات والخلافات بين أغلب الكتل السياسية واليوم يسعى رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم للعودة إلى الطاولة المستديرة بهدف الخروج بنتائج إيجابية ورؤية موحدة بشأن حسم ما تبقى من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفي حال عدم الاتفاق أو عدم الوصول إلى النتائج المرجوة من هذا الاجتماع فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم أسماء مرشحيه لشغل حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية فهل سيتم التوصل إلى اتفاق سريع بهذا الشأن لتحقيق تطلعات الشعب العراقي أم هل ستبقى هذه الوزارات شاغرة رغم مساعي عبد المهدي لشغلها